بعملية إرهابية جديدة يستهل تنظيم القاعدة ظهوره في محافظة أبيان تفجير مقر للأمن في مدينة شقرة وحجز أمني بالقرب من محطة الكهرباء في لودر جاء كإعلان عن عودة التنظيم إلى واجهة الأحداث بعد أشهر من اختفاعه وفي مدينة شقرة الواقعة على شواطئ بحر العرب عاودت تنظيم ظهوره بعد أشهر من طرده نهاية العام المنصر بعملية واسعة للجيش الوطني وبمشاركة من التحالف العربي ومجددا عاودت تحالف العربي شن غارات مكثفة ضد معاقل التنظيم بعد ساعات من محاولته الانتشار في مناطق عدة للمدخل الشرقي لمدينة لودر بعد انسحاب قوات الحزام الأمني منها لمدة ستة أشهر استطاع الجيش أن يترك أبيان هادئة حينما طرد عناصر تنظيم القاعدة من أغلب المدن وبالأمس فقط عاودت تنظيم نشاطه لكنه تعرض لقصف من طيران التحالف بمشاركة طائرات الأباتشي التي شهدت تحلق على مستوى منخفض في سماء مديرية لودر وشكلت ملاحقة القاعدة والنيل منها ضربة موجعة للتنظيم الذي لقي ظروفا ملائمة للتمدد والتوسع في ظل الحرب التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ضد جماعة الحوث الانقلابية وهو ما ساعد أيضا على توسع نشاط التنظيم في أكثر من محافظة خصوصا في المحافظات الجنوبية كحضر موت وشبوى ويخشى سكان محليون في المحافظة من عودة التنظيم القاعدة إلى السيطرة الكاملة على المدن خصوصا في ظل الانسحابات التي تنفذها قوات الجيش المعروفة بالحزام الأمني موسيقى 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 موسيقى